بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشفل الأنبياء والمرسل نبينا محمد علي وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسلم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال مؤلف رحمه الله فاصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع مكبرا فيضع يديه مفرجتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد شرع المصنف في هذا الفصل بذكر صفة الصلاة بعد القيام فذكر ما يفعل بعد القيام من التكبيرة الانتقال وما يتبع ذلك من الركوع ثم الاعتدال من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم الجلسة الثانية وبدأ بقوله ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة تعبير المصنف بقوله ثم يرفع يديه بعد فراغه الاتيام بثم وببعد ألمح بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوة إلى أن فيه إشارة إلى أن المصلي يسكت قليلا بعد القراءة التي ختم بها الفصل الماضي فيكون فيها محل سكوت يرتد إليه نفسه وهذا السكوت ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره ثم بعد ذلك يركع أو يكبر للركوع وذلك قال ثم بعد فراغه فالاتيام بثم وبعد فيه إشارة لهذا المعنى الذي نص عليه البرهان بالمفلح ونص عليه قبله ابن أبي عمر في الشرح وقول المصنف ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع مكبرا هذه فيها فعلان وليس فعلا واحدا أحد هذين الفعلين قولي والآخر فعلي ففيها عمل قولي وعمل فعلي فأما العمل القولي فهو قوله مكبرا أي بأن يقول الله أكبر وهذه التكبيرة تكبيرة واجبة وتسمى تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع والعمل الفعلي هو رفع اليدين بالتكبير رفع اليدين بالتكبير وهذه الجملة أوردت الأمرين لقوله ثم يرفع يديه مكبرا ثم يرفع يديه مكبرا وصفة رفع اليدين كما ذكر المصنف قال كرفعه الأول يعني كهيئته محاذيا منكبيه ضاما أصابعه ناشرا لها غير مضمومة غير مقبوضة ومحلها ذكرها في قوله بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع وهذا المحل سأرجع إليه بعد قليل بعد ذكر الحكمين الذين أوردهم المصنف نبدأ بأول هذين الحكمين وهو التكبير وهو واجب وتعلمون أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة التي من تعمد تركها بطلت صلاته ومن نسيها أو جهلها فإنه يجبر تركه ذلك بسجود السهو وسيأتينا تفصيل ذلك بعد درسين أو ثلاثة إن شاء الله لكن يهمنا هنا مسألة وهو مسألة ما هو موضع تكبيرات الانتقال وتكبيرات الانتقال يتصور لها خمس صور يمكن أن تكون موضعا للتكبير أول هذه المواضع أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء المحل وانتهاؤه مع انتهائه وهذا الموضع أو هذه العبارة التي قلت لكم قبل قليل هي التي يعبر بها المتأخرون الفقهة ابتداؤه مع ابتدائه وانتهاؤه مع انتهائه وما هو ابتداء المحل؟ ابتداء المحل من حين ينحني هاويا للركوع إلى أن يستوي راكعا ويصدق على فعله أنه ركوع كما سيأتي فيه بعد قليل بما يكون به الركوع فما كان بين الركنين هذا هو المحل هذا هو المحل وعندهم أنه يشرع أن يكون ابتداء التكبير وانتهاؤه في المحل فيكون الابتداء والانتهاء في المحل الابتداء بالابتداء والانتهاء بالانتهاء فيكون مستوعبا المحل كله وممن صرح باستحباب استيعاب تكبيرة الانتقال للمحل ونعني بالمحل ما بين الركنين المجد وهو ظاهر عبارة المتأخرين بالعبارة ذكرت لكم قبل قليل ولا شك أن هذا مشروع ولكن النزاع أهل هو أفضل أم الصيغة الثانية الصيغة الثانية أن يكون الابتداء والانتهاء للتكبير في المحل لكنه لا يستوعب المحل كله وإنما يأتي به في بعض المحله فيكون في أثناء الطريق يقول ذلك وهذا قال به بعض أهل العلم موافقة لحديث قالوا طبعا هو مشروع وجائز وصحيح ولا شك لكن هل هو أفضل من الأول من أهل العلم قال إنه أفضل من الأول إذا كان الأول يقتضي المد لأنه جاء في الخبر كما تعلمون التكبير جزم فحيث كان جزما من غير مد فهو أفضل فحينئذ إذا كان المد لاستيعاب ما بين لاستيعاب المحل كاملا يقتضي عدم الجزم فتقديم الجزم أولى من استيعاب المحل هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة أن يشرع فيه قبل محله ويكمله في محله والصورة الرابعة أن يشرع فيه في محله وينهيه بعد محله ومن أجل الصور التي تظهر فيها هاتان الصورتان أو من أجل الأمثلة التي تظهر فيها هاتان الصورتان عند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع أو من السجود نقول من السجود أسهل قبل أن نأتي في التسمي فعند الهوي للركوع بعض الناس يبتدئ التكبير وهو مستتم قائما ويكمل التكبير وهو في الطريق وعند الرفع من السجود قائما قد يبتدئ التكبير في الطريق أي في المحل ويكمله إذا استتم قائما ويظهر ذلك عند مراقبتك الأئمة لأجل أن يراعوا لاقط الصوت فليكون لاقط الصوت قريبا منهم إذن هذا ما يتعلق بالصورة الثالثة والرابعة والصورة الثالثة والرابعة في المذهب وجهاني هل تصح أم لا يصح ذلك وقد صوب في الإنصاف القول بصحته وأنه صحي وإن كان ظاهر عبارة بعضهم حينما قالوا إنه يبتدئ وقته بابتدائه وينتهي بانتهائه أنه لا يصح ولكن لا شك أن في ذلك حرجا ومشقة شديدة جدا على الناس وذلك صوب صاحب الإنصاف أن من ابتدأ التكبير قبل المحل وختمه فيه أو ابتدأه في المحل وختمه بعده فإنه يصح تكبيره وهو كما قال لا شك وإلا لكان في ذلك حرج كبير جدا على الناس حرج شديد جدا وإذلك من راعى ظاهر كلام بعض المتأخرين ولا أقول جميع المتأخرين فإنه ربما يتحرج من الصلاة خلف كثير من الأئمة وكان إلى عهد قريب أحد المشايخ الفضل عليه رحمة الله يترك عشرات المساجد ويبتعد لمسجد بعيد جدا لأجل مراعاة هذا المعنى الصورة الخامسة أن يكون ابتداء التكبير واختتامه قبل المحل أو بعده فيقول الله أكبر ثم يهوي للركوع أو بعدما يستتم قائما من سجوده يقول الله أكبر حال قيامه فهذا في المذهب المجزون به أنه لا يصح تكبيره فإن تعمد ذلك بطرة صلاته وإن لم يتعمد ذلك بل كان جاهلا أو مخطئا أو نحو ذلك فإنه تصح صلاته لكن يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة وهنا أنبه ما لم يكن الشخص شكاكا موسوسا فإنه قد يتوهم أنه لم يأتي بالتكبير في محله ومن كان ذا شك فإن القاعدة عندنا أنه يبني على عكس شكه فنقول جاء بالتكبير في محله إذن هذه المسألة الأولى المتعلقة بالتكبير وأطلت فيها قليلا المسألة الثانية في رفع اليدين بالتكبير وذكر المصنف أنه قال كرفعه الأول كرفعه الأول هذه الصفة ثم ذكر ثانيا قال بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع أي يكون التكبير مع ابتداء الركوع والفقهاء يقولون الذي نص عليه المتأخرون أن رفع اليدين في تكبيرات الانتقال يكون بين الركنين أي حال الانحناء فحالا حنائك ترفع يديك بالتكبير وقد أشكل تطبيق ذلك على بعض أهل العلم فذكر القطيعي في شرحه على المحرر أن ذلك صعب فعله هكذا قال ولذلك قال فيتعين أن يكون رفع اليدين بالتكبير قبل المحل أو بعده بحسب موضع التكبير بحسب موضع رفع اليدين بالتكبير فهو رأى صعوبة ذلك طبعا رد بعض المتأخرين قال بل هو سهل والمتعين هو الذي نص عليه المتأخرون وهو أن يكون التكبير حال الهوي بين الركنين لما أوردت كلام القطيعي لكي أبين أن فعل ما نص عليه الفقهة قد يكون فيه مشقة على كثير من النس إذا كان أحد كبار فقهة وهو القطيعي البغدادي عليه رحمة الله صاحب شرح المحرر بل من أعيانهم يعني استصعب فعل ذلك فيدل على أنه قد يشق على بعض النس وليس الدين بهذا المعنى وذلك نقول وهذا هو الظاهر أن رفع اليدين في تكبيرات الانتقال حيث شريعت له ثلاثة صور كلها جائزة وقد جاء الحديث بها الصورة الأولى أن يكون رفع اليدين في الوقت الذي يشرع فيه التكبير فيكون بين الركنين وهذا واضح على مشهور المذهب وهذا معنى قول المصنف مع ابتداء الركوع فيكون التكبير مع ابتداء الركوع أي بين الركنين الصورة الثانية أن يكبر قبل ركوعه أو قبل محله قبل محله نكون عبارة دقيقة أن يكبر قبل المحل الذي هو قبل الركوع لأنه هذا هو المحل المتصور والصورة التي بعدها أن يكبر بعد المحل فعندما يرتفع من ركوعه مستتماً في القيام يرفع يديه بالتكبير وقلت لكم أن القطيع قال هذا هو المتعين لأنه لا يستطيع غيره وقد ورد الحديث به فقد جاء في الحديث أنه رفع ثم كبر وجاء أيضاً أنه كبر ثم رفع وأحد اللفظين في صحيح المسلم فدل ذلك على أنه يجوز أن يكون رفع اليدين بعد المحل بعد التكبير أو قبله رفع ثم كبر رفع ثم كبر إذن هذا ما يتعلق بمسألة محل رفع اليدين وذكرت الكلام الفقهاء في هذه المسألة أريد فقط أن أقف مع قول المصنف مع ابتداء الركوع أن قول المصنف مع ابتداء الركوع ظاهر عبارتهم أن هذا هو محله الذي لا يوجد غيره وقلت لكم أن ما بينه القطيع ومشى عليه جماعة من أصحاب أحمد أن هذا هو الأفضل أن يكون في المحل مع ابتداء الركوع ويجوز أن يكون قبل ذلك ويجوز أن يكون بعد محله وهذا يتصور عند الرفع من الركوع نعم فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه نعم قول المصنف فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه هذا الوضع هل هو واجب أم ليس بواجب سأتكلم عنه بعد قليل لأن فيه إشكالا في مذهب أحمد سأذكره لكن هنا نكتة أننا نقول أن موضع اليدين في الصلاة كلها يكون مضموم الأصابع في القيام وفي التكبير وفي الجلوس وفي السجود إلا في موضع واحد وهو عند الركوع فإن الكفين أصابعها تكون مفرجة عكس مذهب الشافعي فإن الشافعي يقول السنة أن تكون الأصابع مفرجة في الصلاة كلها إلا في موضع أو موضعين ذكر هذه القاعدة على مذهب الشافعي الزركشي في كتابه المنثور بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور نعم ملقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا نعم ملقما كل يد ركبة ويجعل لكل ركبة يدا إن استطاع فإن لم يستطع بإحدى يديه فيلقم إحدى يديه دون الأخرى فإن عجز عن اليدين معا سقط قوله ويمد ظهره مستويا يعني جال ظهره ممدودا مستويا ورأسه حيال ظهره معنى كونه حيال ظهره لا يكون مرتفعا عن ظهره ولا منخفضا عنه وإنما في حياله فيكون وهو في درجة واحدة واستواء واحد ويجافي مرفقيه عن جنبيه نعم ويجافي مرفقيه عن جنبيه في حال الركوع فيكون كالوتري كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع والمرفق هو العظم الذي يكون بعد الذراع وبين الكتف والجنب تعلمونهم جنب الذي هو الصدر الجنبين جنبي الصدر ويكره أن يطبق إحدى راحتي على الأخرى ويجعله ما بين ركبتين نعم قوله ويكره أن يطبق إحدى راحتيه الراحتان هما اليدان فالإطباق هو أن يجعلهما بين الركبتين إما بأن يجعل البطن إلى البطن أو يجعل الظهر إلى الظهر فكلاهما يدخل في هذا المعنى وقد كان ذلك مشروعا في صدر الإسلام ثم نسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما جاء في حديث سعد بن بيوقاص وغيره وهذا معنى قوله ويجعلهما بين ركبتين فدل على أنه منسوخ ولم يقل بأنه محرم لأن بعض الصحابة فعله فدل على أنه ليس محرما وإنما يبقى على الكراهة وقدر الإجزاء نحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه نصا هذه المسألة التي أشرت إليها قبل قليل قوله وقدر الإجزاء أي قدر الإجزاء في الركوع وهو الحد الأدنى من الركوع ومعرفة قدر الإجزاء يفيدنا فوائد كثيرة من هذه الفوائد أن من فعل هذا الفعل أو هذا القدر المجزئ صحت صلاته ومن نقص عنه فإنه يكون قد ترك ركنا من الفوائد أيضا أن من كان قادرا على الحد الأدنى المجزئ فإنه يلزمه الإتيان به ومن كان عاجزا عن حد الأدنى فإنه حينئذ يسقط عنه بكلية ولا يلزمه الإتيان به من فوائده أيضا ما يدرك به المأموم الإمام فإن المأموم إذا دخل مع الإمام قبل أن يرفع من الركوع بأن يقول سمع الله لمن حمده أو نحو ذلك فدخل بالركوع بأن فعل الصفة المجزئة ولو لم يطمئن بعد تكبير الإحرام فإننا حينئذ نقول صحت صلاته صحة دخوله مع الإمام في هذه الركعة ويكون أدرك الركعة إذن معرفة القدر المجزئ مهم جدا في هذه المسألة إذن وقوله وقدر الإجزائي أي وقدر الإجزائي في الركوع إنحناؤه هذا القيد الأول هو الإنحناء فلابد من الإنحناء ولا يكفي غيره فلابد من إنحناء الظهر وإنحناء الظهر المقصود به لمن كان مستقيم الظهر عادة وأما من كان ظهره منحنيا لكونه أحدب أو لكونه كبير سن أو لكونه معتمدا على عصم ونحوها فإنه قد يكون منحنيا قبل ركوعه فحينئذ ينوي بهذه الهيئة الركوع لأن الفعل وجد فيكفي النية وهذا معنى قوله إنحناؤه ما هو حد الإنحناء؟ قال بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه فلابد أن يكون الشخص المتوسط من الناس يمكنه أن يمس ركبتيه بكفيه قول مصنف نصا أي نص عليه أحمد وقوله نصا نستفيد منها أمرين نص أحمد على وجوب الإنحناء لهذا الحد بحيث يمكنه مس ركبتيه والأمر الثاني وهو الذي سأتوسع فيه وهو مسألة أن قولهم بحيث يمكنه مس ركبتيه أنهم لم يقولوا بحيث يمس ركبتيه فيجبون مس الركبة وإنما أوجبوا إمكان مس الركبة مما يدل على أن مس الركبة ليس بلازم هذه الثانية سأتوسع فيها قليلا نبدأ بالأولى وهي أن أحمد قد نص على وجوب الإنحناء من نصوص أحمد في ذلك ما ذكره أحمد في كتابي أو في رسالته الصلاة فإنه قال وينبغي أن يلقم راحته ركبتيه فدل ذلك على أنه لا بد من هذا الفعل أو قدره لمن كان لم يستطع أن يلقم راحته ركبتيه إذن هذا ما يتعلق بوجوب الإنحناء وجاء في رواية إسحاق بمنصور كوسج أنه سئل عن الرجل وضع يديه على فخذيه في الركوع أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم يضع الأخرى قال أرجو أن يجزئ فهذه نأخذ منها الحكم الثاني وهو أنه لا يلزم وضع اليد على الركبة طيب إذن عرفنا معنا قول مصنف نصا ومن أين أخذت هذه المسألة وهناك نصوص أخرى طيب قبل أن ننتقل لكلام مصنف أو ما بعد ذلك أريد أن أذكر مسألة مهمة ظاهر كلام المتأخرين أن الفعل يكون ركوعا إذن حنى بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه إذا كان وسط من الناس ولم يشترطوا مس الركبتين مع أن الحديث صريح حديث سعد بن بوقاص أنه قال أمرنا بوضع الأيدي على الركب فهنا احتمالا الاحتمال الأول أنهم عندما لم يذكروا هذا الفعل يعني وضع اليدين على الركبتين يدل على عدم لزومه عندهم ويحتمل أنه لازم لكن لم يذكروه لظهوره لم يذكروه لظهوره وأنقل لكم كلام ابن مفلح في النكت وهي حاشيته على المحرر ثم أعلق بعد ذلك يقول الشيخ محمد بن مفلح اشتراط مسر ركبتيه بكفيه وعدم الاكتفاء بأصابعه لم أجد أحدا صرح بالاكتفاء لكن ظاهر كلام جماعة الاكتفاء قال حرب قلت لأحمد متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام قال إذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه قال ابن مفلح وقطع جماعة منهم الآمدي وابن البنى وصاحب التلخيص بعدم الاكتفاء فلابد من مس ركبتيه بكفيه فهذا يدل على أن من أصحاب أحمد من نص على وجوب المس وكأن ابن مفلح يقول إن إغفالهم لهذا لا ينفي هذا الذي قد يفهم منه ونص أحمد صريح هذا الذي نقله حرب بالوجوب بخلاف رواية إسحاق من منصور ذكرناها قبل قليل فإنه قال لو وضعها على فخذيه وكلمة على فخذيه يمكن تأويلها أي جعل بعض يديه على فخذيه ويكون على ركبتيه يعني بعض أصابعه أو لكون يديه لا تصل إلى ركبتيه نحو ذلك ويذلك لعل الأقرب لظهور الحديث أننا أمرنا بوضع الأكف على الركب أن من كان قادرا على وصول يديه إلى ركبتيه فيجب عليه حينئذ ذلك فهو منصوص أحمد وهو الذي مال إليه ابن مفلح كما ذكرت لكم قبل قليل ونقل عن ابن البنى والآمدي النص عليه ولم يصرح المتأخرون بخلافه وإن كان ظاهر كلامهم عدم مجوبه ففرق بين الظاهر والتصريح بالنفي فقط أنا أردت أن أبين هذه لأنه قد يكون لها بعض الأثر وقول المصنف إذا كان وسطا من النس لا طويل اليدين ولا قصيرهما يعني هذا هو المعيار لمن كان وسطا فإن طويل اليدين قد يكون قد تكون يداه تصل إلى ركبتيه حال قيامه بعض الناس هكذا وهو حال قيامه تصل يديه إلى ركبتيه فلا نقول هذا راكعا فحينئذ لابد أن ينحني بمثل حنائي المتوسطين وقصير اليدين جدا بعض الناس قد يكون عنده مشاكل في نمو يديه فتكون يداه قصيرتين جدا فهذا لا يمكن أن تصل يداه إلى ركبتيه إلا بحرج شديد أو بهيئة معينة فنقول لا يلزم أن تصل يداه إلى ركبتيه بالانحناء الشديد وإنما ينظر لأواسط الناس وسيأتي بعد قليل مزيد كلام في هذه المسألة وقدره في حقهما قال المجد بحيث يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل قول مصنف وقدره أي وقدر الإجزاء في الركوع في حقهما أي في حق طويل اليد وقصيرها قال المجد هنا قال قال المجد يعني يدل أن قول المجد هو نفسه الضابط أي فكأن المجد يقول وقدر ضابط الإجزاء للركوع في حق طويل اليدين وقصيرها بحيث يكون انحناؤه أي انحناؤ قصير اليدين وطويلها إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل أنه أقرب إلى قيام المعتدل طيب معنى هذا الكلام يعني أنه يقول الركوع المعتدل هو الذي يكون مستوي الظهري ولنقول باللغة الحسابية الآن درجة 90 والقيام المعتدل نقول درجة كم واحد لمثال صفر يعني يكون هنا صفر وهنا 90 إذا اعتبرت الصفر من فوق يعني مستقيب ظهره من كان انحناؤه أقرب إلى الركوع بزاوية 90 إذا كان قصير اليد أو طويلها جدا فإنه يكون راكعا في حقه وإلا فلا هذا ما ذكره الشيخ هنا بس فائدة هنا عبر المصنف بقوله وقدره في حقه ما قال المجد فجعل قول المجد هو ضابط قدر الإجزاء في حق طويل اليد وقصيره جيد يقول صاحب الكشاف يقول ومقتضى كلام صاحب الإنصاف وغيره أن قول المجد قول مقابل لما مشى عليه المصنف ما السبب؟ لأن صاحب الإنصاف بعدما ذكر هذا الكلام قال وقال المجد فلكن نفهم كلام صاحب الكشاف هي قضية الواو هي التي جعلت عنده هذا الإشكال فقال إن مقتضى قول صاحب الإنصاف وغيره أنه قول مقابل لكن كأن الشيخ موسى رأى أنها قول متحد فحينئذ أتى به وقدره من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال نعم هذه قدر الإجزاء في معتدل الخلقة الوسط تكلمنا عنه ثم تكلمنا عن قدر الركوع المجز لمن كان قصير اليد أو طويلها الآن الصورة الثالثة قدر الركوع المجز إذا كان قد صلى قاعدا فمن صلى قاعدا على كرسي أو على الأرض فما هو الحد الذي يكون فيه يعني راكعا قال الشيخ وقدره من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة يقول الشيخ إن من كان قاعدا وأراد أن يركع فإنه يقابل وجهه ما قدام ركبتيه هنا عبر مصنف بقوله قداما بمعنى أماما ووافقه على هذا التعبير صاحب الغاية بينما صاحب المنتهى عبر بوراء مثل عبارة صاحب التنقيح وقد بيّن المؤلف في حواشيه على التنقيح أن التعبير بأمام أو قدام أصح لأن مراد صاحب التنقيح بوراء القدام كما قال الله عز وجل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أصبأ فدل ذلك على أن وراء أي قدامهم لأنهم يمشون إليه في بحرهم ويذهبون إليه في الشاطئ وهذا الذي مشى عليه هناك إشكال في هذه الجملة في قول مصنف وقدره من قاعد مقابلة وجهه يعني لا بد من اجتماع أمرين انحناء ظهره بحيث يمكنه أن ينظر فلا بد من ان انحناء الظهر وأن ينظر إلى ما كان قدام قدمه قدام ركبته قدام ركبته ليش قلنا هذا الكلام لأن ابن النجار في شرحه على المنتهى كلامه طويل جدا وربما يأخذ منه وقت في شرحه لأنه قال ومعنى ما في التنقيح الذي تبعناه في المتن أن الإنسان ما دام قائما معتدلا أو قاعدا معتدلا لا ينظر ما وراء ركبته من الأرض فإذا قابل ذلك أدنى مقابلة أجزأه ذلك من الركوع فإن زاد في الانحناء صار وجهه مقابلا لما خلف ركبتيه من الأرض أتم مقابلة وكان ركوعه أكمل هذا الكلام الذي ذكره صاحب شرح منتهى وهو ابن النجار فيه إشكال والإشكال هو أن ظاهر كلامه كما قال بعض المحشين كما في حاشة ابن حميد المكي أنه لو حنى رأسه فقط من غير أن يحني جسده ونظر إلى ما قدام أو ما وراء ركبتيه فإنه يكون ركوعا قال ولا يسع أحد أن يقول بذلك مراده بذلك أنه لا بد من الانحناء مع النظر هذا مراده نعم هذا معنى قوله أدنى مقابلة يعني أدنى أقل أقل مقابلة يمكنه أن يقابله فيه وقوله وتتمتها أي وتتمة المقابلة هو الكمال لأن الأدنى هو المجزء وتتمة المقابلة هو الكمال نعم ويقول سبحان رب العظيم ثلاثا نعم قوله هو يقول سبحان رب العظيم ثلاثا واحدة واجبه ما زاد هو المندوب وهو أدنى الكمال وهو أدنى الكمال نعم وأعلى وفي حق إمام إلى عشر يعني سبحوا عشر مرات ومنفرد العرف وأما المنفرد فلا يقيد وإنما العرف لماذا فرقنا بين الإمام والمنفرد لأن الإمام ورد فيه حديث أنس أنه قال رأيت أشباهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا الأمير يعني عمر بن عبد العزيز فحسبوا تسبيحاته فإذا بها عشر وأما المنفرد فقالوا يحمل حديث أنس على الإمام دون من عداه لأن له حكما خاصا به المسألة الثانية في قول مصنف ومنفرد العرف معنى العرف هذا مشكل ما المراد به هل هو عرف الفرد أم عرف الجماعة وهكذا ولذلك قال بن نصر الله إن العرف يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال والبلدان هكذا قال وهذا في الحقيقة غير دقيق أيضا غير دقيق فكيف نقول إن العرف يختلف بالبلدان نعم بالأحوال مقبول بالأزمنة مقبول لكن في البلدان لم يظهر لمعنى وقال المرداوي في التصحيح والكلام الذي ذكره صاحب التصحيح مأخوذ من كلام الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع يقول مرداوي في التصحيح الصواب أن ذلك أي العرف بحسب الصلاة فإن أطال القيامة أطال في الركوع بحسبه وإن قصر القيامة قصر في الركوع طبعا والسجود أيضا بحسبه وهذا الكلام الذي صوبه صاحب التصحيح هو الموافق لكلام الشيخ تقي الدين في رسالة مفردة ألفها في هذه الجزئية نعم وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده في سجوده فيقول مثل ذلك تماما طبعا والأفضل عندهم وسيأتي أنه يقتصر على سبحان ربي العظيم ولا يزيد وبحمده والكمال في ربي اغفر لي ثلاث ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف نعم قوله هو الكمال في ربي اغفر لي وهو الدعاء الذي يقال بين السجدتين يقولها ثلاثا عبر في قوله بالكمال يعود إلى لشيئين إلى اللفظ وإلى العدد فاللفظ أن يقول ربي اغفر لي ويقولون يجوز أن يقول ربي اغفر لنا أو يقول اللهم اغفر لنا لكن الأفضل أن يقول ربي نبه على هذا صاحب المبدع أن ربي هو الأفضل لورودها في الحديث لكن لو قال اللهم أو قال اغفر لنا بدل ربي اغفر لي جاز ولا بأس به وهذا عود الكمال للصيغة العود الكمال للثلاث أن الكمال أن يقول ثلاث مرات ربغفر لي لأن حديث حذيفة فيه أنه يقول ربغفر لي ربغفر لي ليس المراد أنه يقولها مرتين لأن معهود الشارع التثليث والقطع على وتر فكأن مراد حذيفة في حديث ربغفر لي في حديثه حينما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربغفر لي ربغفر لي أن يكررها وقيدناها بالثلاث لمعهود الشارع فإن الشارع معهوده في النظائر واحد فالسجود كان ثلاثة تسبيحات فكذلك أيضا في الجلسة بين السجدتين نعم ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف أما صلاة الكسوف فاستحباب تطويلها عندنا هنا مسألة استحباب تطويل الكسوف في القيام لا شك فيه في الركوع لا شك فيه في السجود لا شك فيه وبناء ذلك فمن صلى صلاة كسوف فإنه يطيل الركوع والسجود بكثرة التسبيحات بقي عندنا هنا شيء ثالث وهو في الجلسة بين السجدتين ظاهر كلامه هنا وقال ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف أن هذا يشمل حتى الجلسة بين السجدتين وهذا ما صرح به الشيخ منصور في شرحه على منتهى الإرادات فقال يشملها كلها الجلسة بين السجدتين والركوع والسجود فيطيله وكلامه هذا في الحقيقة مشكل لأن القاعدة عندهم أن الجلسة بين السجدتين يستحب عدم إطالتها واذا يقولون الأركان القصير ركنان كما تعلمون وهو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين وعلى قول فقهائنا لا يستحب إطالتها فأشكلت عليهم هذه الاستثناء في صلاة الكسوف أجاب بعض المتأخرين من المحشين فقال إن قوله في صلاة الكسوف كلها يدل على إطالة الجلسة بين السجدتين لكن ليس كإطالة السجدة وإنما يسبح ثلاثا أو خمسا فقط يعني شيئا يسيرا أنا طبعا ذكر العدد من عندي وإنما قال إنه إلى لا تطال كسائر كإطالة السجد ولكن يدعو بالمغفرة عددا أكثر من المعتاد لكن لا يطيلها جدا ولو إنحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزيه عنه نعم هذه المسألة تردع علينا كثيرا يقول المصنف لو إنحنى أي المصلي في أثناء صلاته لتناول شيء سقط منه كمنديل ونحو ذلك ولم يخطر بباله الركوع معنى قوله لم يخطر بباله الركوع أي لم ينوي الركوع بالإنحنى لم يجزه هنا يتكلم عن الإجزاء ولم يتكلم عن الفعل هل هو مبطل أم ليس بمبطل ولذلك فعندما نشرح هذه الكلمة نقول إن من انحنى حال قيامه بغير قصد الركوع فإننا ننظر لهذا الفعل من جهتين هل هو مجزء عن الركوع والنظر الثاني هل هو مبطل للصلاة أم ليس مبطل وفرق بين النظرين نبدأ بالمسألة الأولى التي نص عليها المصنف من انحنى ولم يخطر بباله الركوع لم ينوي الركوع بانحنائه هل يجزئه ذلك عن الركوع أم لا قال المصنف لم يمجزئه وسبب عدم الإجزاء لأنه لم ينوه وهذا واضح وذكر فقه المذهب ومنهم اللبدي وغيره أنه لو انحنى وفي أثناء انحنائه نوى الركوع لم يجزئه كذلك بل لا بد أن يبتدأ الركوع بنية إذن فقول المصنف ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه ذلك عن الركوع ولو نواه في أثناء انحنائه ولو نواه في أثناء انحنائه بل لا بد أن يكون قد نوى الركوع قائما ممن نص على ذلك ذكرت لكم عبدالغني اللبدي هذا الجملة التي تكلم عنها المصنف وهي ما يتعلق بالإجزاء عن الركوع وعدمه الجزئية الثانية مهم جدا نذكرها هنا هل هذا الفعل مبطل أم لا وهذا يرد عند كثير من المصلين وخاصة عندما يكون مع الشخص طفل أو طفلة له فربما انحناء ليحمل شيئا له أو نحو ذلك من غير عمد ذلك الفعل فهل هذا الفعل يكون مبطلا أم لا ذكر الشيخ عبدالحين أن الانحناء بغير نية الركوع لا يبطل الصلاة فمن انحنى منخطئا ناسيا وأخذ من ديلا أو لأجل طفل ونحو ذلك أو لحاجة فإنها لا تبطله ولو كان انحناءه قريب بل موافق لهيئة الراكع نص على ذلك عبدالحي في شرحه على الغاية طيب متى يكون مبطلا؟ يكون مبطل في حالتين الحالة الأولى وهذه ذكرها عبدالحي أيضا الأولى لأنه متعمد لهذا الفعل هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن يكون انحناؤه هذا من الحركة المبطلة للصلاة وسيأتينا إن شاء الله في مبطلات الصلاة أن المبطل هو عدم التوجه للقبلة أو الحركة الكثيرة التي تخرج المرأة عن هيئة المصلي فحيث كان انحناؤه هذا يخرجه عن هيئة المصلي فإنه يبطل صلاته وإلا فلا إذن فقط أردت أن أبين هذه المسألة لأن فيها لبسا في ضبط المذهب فيها وأن الصواب أن انحناؤه لأخذ منديل أو حمل طفل أو نحو ذلك ليس بمبطل وذكرت لكم من نص عليها صراحة من المتأخذ وتكره القراءة في الركوع والسجود نعم تكره القراءة أي للقرآن في الركوع والسجود لحديث العباس في الصحيح ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا المراد قراءة القرآن إن قيل بأنه لا إعجاز في أقل من آية فلابد من قراءة آية كاملة وإن قيل إنه يتحقق الإعجاز ببعض آية فإن قراءة بعضها يكون منهيا كذلك الأمر الثالث فيما يتعلق بأن من قرأ جزء من القرآن بغير نية القرآن كأن يكون دعاء فإنه جائز ولا يكون قراءة قرآن ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا ومعنى سمع أجابه قوله ثم يرفع رأسه مع رفع يديه رفع رأسه من الركوع إلى الاعتدال في الركوع مع رفع يديه رفع اليدين هذا سنة وهو الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليدين الموضع الأول تكبيرت الإحرام الموضع الثاني عند الهوي للركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع كرفعه الأول في الصفة وفي المحل وتكلمنا في أول الدرس ما هي صفته ومحله وفي هذا الموضع تكلم القطيعي عن أن رفع اليدين حال الرفع من الركوع بعيد جدا هنا ذكرها لكن نقلتها قبل لأجل أن تربط المسائل معا قوله مصنف قائلا إمام ومنفرد أي فقط دون المأموم فإن المأموم لا يسمع وإنما يحمد سمع الله لمن حمده يقولها متى بين الركنين كموضع التكبير قوله مرتبا أي بهذا الترتيب سمع الله لمن حمده وعكس الترتيب التنكيس والتنكيس مثل أن يقول لمن حمده سمع الله أو سمع لمن حمده الله وكلا الجملة لا تصح لأنه إن قال لمن حمده سمع الله إن قلبت من كونها جملة خبرية إلى كونها جملة شرطية وحينئذ لا يصح فلابد من الترتيب في هذه الكلمات الأربع سمع الله لمن حمده قول مصنف سمع أجابة معنى سمع أجابة التعبير بسمع بمعنى أجابة صحيح لغة وليس ذلك من التأويل في شيء وذلك لأن الشخص السامع إما أن يسمع خبرا وإما أن يسمع طلبا ومن سمع خبرا فإن المطلوب منه تصديق الخبر ومن سمع طلبا فإن المطلوب منه إجابة الطلب ولذلك يعبر في لسان العرب كثيرا حقيقة بالسمع عن التصديق وعن الإجابة معا وهذا كلام أهل العلم قديما وكلامهم في ذلك صريح أن هذا من باب التعبير بالشيء أما يعني يطلب منه أو ماذا يقول إليه ثم إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله نصا نعم يقول المصنف إن من قام من ركوعه فإنه إذا رفع يديه بالتكبير فالسنة كما مر معنا في تكبير الإحرام أنه ينزلهما ثم بعد ذلك إذا أنزل يديه وحطهما هو مخير جوازا إما أن يقبض بكفه اليمنى على يده اليسرى ويجعلها تحت سرته وإما أن يسدل يديه هو مخير بين الأمرين وهذا معنى قوله ثم إن شاء أرسل يده وإن شاء وضع يمينه على شماله أي تحت السرة نصا أي نص عليه أحمد وقد نقل صالح أنه سأل أباه كيف يضع الرجل يده بعدما يرفع رأسه من الركوع أيضع اليمنى على الشمال أم يسدلهما فقال أحمد أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله وهذه قاعدة أصورية عندهم أنه إذا تعارضت وجوه الاستدلال ولم يأتي ما يرجح بينهما جاز الوجهان فيكون من باب التخير كاختلاف التنوع وعندنا هنا ورد حديث في النهي عن السدل وهو حديث أبي هرير نهى عن السدل فيشمل كل مواضع الصلاة وجاءنا حديث يدل على القبض فقد جاء من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده الشمال حال قيامه فيشمل ما قبل الركوع وما بعده وفي حديث مالك بن حبيرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام من ركوعه قام حتى عاد كل عضو إلى موضعه فيكون محتملا إلى موضعه الطبيعي فيكون سدلا أو إلى موضعه قبل الركوع فيكون قبضا فلما تعادلت الأمارات والأدلة حينئذ نقول تجوز الأمران من غير تفضيل لأحدهما فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد يقول وإذا استوى قائما بعد ذكر الواجب هو التسميع سميع الله للمحمدة قال يقول ربنا ولك الحمد وسيأتي إن شاء الله حكمها وأنها واجبة ملأ السماوات وملأ الأرض ملأ يصح فيها الوجهان ملأ وملأ كلاهما جائز وقول المصنف السماوات المصنف اتبع الفاض الحديث فقد ذكر بمفلح رحمه الله تعالى أن الأكثر في الأحاديث بالجمع السماوات بينما الموجود في نصوص أحمد هكذا قال في نصوص أحمد بينما وجدت في نصوص أحمد الجمع كذلك ورد الجمع والإفراد ولكن نقل بمفلح أن الموجود في نصوص أحمد وقول بعض الأصحاب السما وهذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره والأقرب والله أعلم قول صاحب الإقناع لأن هذه اللفظة في مسند أحمد السماوات وهي التي في الصحيح السماوات أو في أكثر الألفاظ الحديث السماوات قاعدة في ذلك تدل على تفضيل ما ورد في أكثر الألفاظ نعم قال وإن شاء زاد على ذلك قبل أن نقرأ الجملة الثانية عبارة وإن شاء يدل على التخير هذه قاعدة معرفة إن شاء مثل ما قال أحمد في النقل نقلناه عن صالح قال إن شاء إن شاء فدل على التخير طيب فهنا قوله إن شاء الله يدل على أن ذلك من باب عفو وأن قوله إن شاء زاد يدل على أنه ما زاد عن الدعاء المذكور ليس مندوبا وإنما هو مباح ولذلك يقول صاحب الكشاف ظاهر كلامه في الإقناع والتنقيح أن قوله أهل الثنى والمجد إلى آخره مباح وليس مندوبا أخذ ذلك من قوله وإن شاء زاد بينما الذي جزم به وصححه في المغني وفي الشرح الكبير وفي الإنصاف أنه مستحب ولعل هذا هو هذا هو الظاهر لماذا قدمنا صاحب الإنصاف لأنه صرح بالاستحباب والتصريح مقدم على الظاهر أخذ قاعدة كل تصريح مقدم على الظاهر وصرح بالاستحباب ولو أنهم قالوا مباح ولم يقولوا إنه إن شاء يعني عبارة محتملة فحينئذ لنقولنا يعني تصريحهم معارضون لتصريح غيرهم أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ذا الجد يعني ذا الغنى نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب الغنى ذا هنا اسمه وصول بمعنى الذي لا ينفع ذا الجد لا ينفع صاحب الغنى منك الجد منك الغنى يا رب العالمي نعم أو غير ذلك مما ورد نعم هو متعدد ومذكر يكثب ولا ذكر والمأموم يحمد فقط في حال رفعه نعم يقول المصنف والمأموم يحمد فقط في حال رفعه هذه فيها حكما قوله يحمد هكذا ضبطها معكنا في الكتاب والصواب يحمد بالتشديد ممن ضبطها بهذه الصفة منصور وغيره وإن كان يحمد لها وجه في اللغة ما نقول إنها خطأ لكن لها وجه ولكن الأضبط في كتب الفقهة يحمد مثل يسمع إذا قال سمع الله لمن حمده فيقال يسمع وربنا ولك الحمد يقال يحمد بالتشديد ولذلك هو الأولى وهذا ضبط جماعة من المتأخرة ومنهم منصور قوله يحمد فقط يعني يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لظاهر الحديث فإن الحديث يقول فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فمعنى حمد ولا تسمع وقوله في حال رفعه أن يأتي بالتحميد في موضع تكبيرات الانتقال وهو ما بين الركنين وهذا معنى قوله في حال رفعه أي قبل أن يستتم قائما وبعد أن يرتفع من ركوعه فيكون بين الركنين بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يحمد إذا استتم قائما فإذا استتم قائما فإنه يحمد حينذاك وللمصلي قول ربنا لك الحمد بلا واو وبها أفضل وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو وهو أفضل وإن شاء بواو نعم هذه فيها تفضيل بين ألفاظ التحميد فإن التحميد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صياغ ربنا ولك الحمد وبدون الواو ربنا لك الحمد وبزيادة اللهم اللهم ربنا لك الحمد وبدون الواو اللهم ربنا ولك الحمد وبالواو وهي اللهم ربنا ولك الحمد هذه أربع صيغ طيب فاضل المصنف بين صيغتين ثم صيغتين فقال المصنف وللمصلي قول ربنا لك الحمد بلا واو وبها أفضل فدل على أن أفضل صيغ التحميد أن يقول ربنا ولك الحمد بالواوي بدون اللهم بالواوي بدون اللهم وأقل منها أن يقول ربنا لك الحمد فهي أقل من الصيغة السابقة طيب ثم قال وإن شاء قال اللهم ربنا ولك الحمد بلا واو وهو أفضل وإن شاء بواو أي أفضل مما سيأتي بعدها لا مما هو قبلها وبناء على ذلك فسأذكر مسألتي المسأل الأولى أنهم يقولون هناك فرق في التفضيل بين ربنا ولك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد فإن لم تأتي بأللهم فالأفضل أن تأتي بالواو فتقول ربنا ولك الحمد أفضل من أن تقول ربنا لك الحمد وإن أتيت بأللهم فالأفضل أن تأتي بها بلا واو فتكون عكس السابقة فتقول ربنا لك اللهم ربنا لك الحمد أفضل من اللهم ربنا ولك الحمد وإذا يقولون عكس ولك الحمد إذا قلت اللهم فعكس ولك الحمد فهي عكس ربنا فهي عكس ربنا اللهم عكس ربنا هذه من المسالة تحفظ هكذا اللهم عكس ربنا وإن عطس حال رفعي فحمد لهما جميعا لم يجزئه نصه قوله إن عطس حال رفعه يدل على أن العطاس يكون في حال الارتفاع من الركوع وليس هذا على سبيل حصر فقد يكون عطاسه قبل الرفع فقد يكون عطاسه في أثناء الركوع محتمل هكذا وهكذا فعندما يعطس ثم يرفع أو يكون عطاسه في أثناء الرفع من الركوع فيقول من باب حمد الله عز وجل بعد العطاس اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد بالصيغة الأربعة التي سبقت معنا قبل قليل وينوي بها أمران وينوي بها أمري الحمد من العطاس والتحميد فهل يجزئ ذلك المأموم أم لا قال المصنف لم يجزئه لأنهما عبادتان لا تتداخل وذهب طبعا الموفق وغيره أنها يجزئ إذا وجثنيها وقول المصنف نصا وذلك فيما نقله صالح أنه سأل أباه عن الرجل يصلي فأراد أن يركع فعطس فلما رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ينوي بذلك لما عطس وللركوع فقال أحمد لا يجزئه بل يحمد الله في سره ثم يحمد بعد ذلك بأن يقول ربنا ولك الحمد إذا ارتفع من ركوع ولا تبطل به أي ولا تبطل به الصلاة ولا تبطل به الصلاة ومثل ذلك لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن الأوطاس والقراءة نعم وبناء على ذلك فلا يجزئه التحميد هنا عن الفاتحة قوله الحمد لله ولا تبطل به الصلاة إذا قلنا لأنها ذكر وهذا الذكر لا يبطل الصلاة هنا مسألة يعني انتبه لها الشيخ عثمان وهو يقول لم يجدها عند غيره ذكر الشيخ عثمان أن قولهم هنا لم يجزئه ولا تبطل هل لا تبطل مطلقا أم لا قال مقتضى القواعد أنه إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا أو جهلا وجب له سجود السهو قال ولعل ذلك مرادهم وإن لم أرى من تعرض لذلك نعم ورفع اليدين في مواضعه من تمام الصلاة نعم هذه مسألة فقط من باب الاسترجاء قول المصنف رفع اليدين في مواضعه مر معنا ثلاثة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع والمشهور المذهب عند المتأخرين وأغلب نصوص أحمد على أنه لا ترفع اليدين إلا في هذه المواضع الثلاثة فقط وهناك رواية ثانية في مذهب أحمد أخذت بحديث أبي حميد لأن هذه الثلاثة المواضع جاءت في حديث بن عمر وهناك رواية أخرى ألف لها بن قيم جزءا كاملا في ترجيح الموضع الرابع وهو عند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة وأنه يرفع يديه بالتكبير كذلك طبعا من القيم جزءه مشهور ومطبوع أكثر من طبعة وقد يكون قسى على بعض أهل العلم في هذا الجزء في عدم قبولهم للزيادات التي جاءت في بعض حديث بن عمر وجاءت في حديث أبي حميد وقوله من تمام الصلاة يعني أنها من كماله وليست واجبة والقاعدة عندهم هذه قاعدة تذكر في كتب الأصول أن كل ما جاء أنه من تمام الشيء فليس بواجب أنت تعرفون أن الألفاظ بعضها نص في الوجوب لا يحتمل الصرف للندب وبعضه نص في الندب لا يحتمل التوجيه بالوجوب ومنه التمام ومنه ما يكون محتملا كمطلق الأمر ومن رفع أتم صلاة ممن لم يرفع نعم ومن رفع يديه في هذه المواضع الثلاثة أتم صلاة ممن لم يرفع وإذا رفع رأسه من ركوع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه لم يعد إلى الركوع إذا ذكره بعد اعتداله نعم لأنه الواجب فات محله ورجوعه فيكون تكرارا لركن فعلي وهذا قد يؤدي لبطلان الصلاة كما سيأتي لأنه زاد فعلا في الصلاة وزيادة الفعل العمد يبطلها فين فعله ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو نعم لأن القاعدة أن كل من زاد فعلا جهلا أو نسيانا وجب عليه سجود السهو فين أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة نعم في هذا الركوع ركوع الزائد الذي زاده جهلا أو خطأا قال المصنف لم يدرك الركعة لأنه غير معتبر ولا يترتب عليه أثره كذلك ويأتي في سجود السهو نعم يأتي نظائر لها مثل لو زاد ركعة خامسة فدخل المأموم مع الإمام فالمشهور المعتمد المذهب أنه لا يعتد بها المأموم وحينئذ لا تحسب من ركعاته الأربع فيجب عليه أن يقضي رابعة خلافا لمال إليه صاحب الإنصاف الشيخ بن سعد وسيأتي إن شاء الله في سجود السهو ثم يكبر ويخر ساجدا نعم قوله ثم يكبر بأن يقول الله أكبر وهذه ليس فيها رفع لليدين وإنما فيها تكبير فقوله يكبر أي باللف وقوله ويخر ساجدا عندنا في قوله ويخر نستفيد عدد من الأحكام الحكم الأول أن قوله ويخر أن المستحب في السجود كله أن يكون من فيه يعني أن الشخص يخر إليه بهذه الصفة ومعنى الخرور للسجود بأن يكون من علو فيكون واقفا ثم يسجد ولأجل ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كل من أراد أن يسجد في صلاته أو ما في معنى صلاته كما سأذكر بعد قليل استحب له أن يكون واقفا فمن كان يصلي جالسا وأراد أن يسجد المستحب له أن يقف ثم يسجد ليكون فعله خرورا وكذلك ما كان يقرأ القرآن وجاءته سجدة تلاوة وأراد أن يسجد سجود التلاوة فالمستحب كما نص فقهاءنا وسيأتين إن شاء الله في محله أن يقف ويخرون للأذقان فالمستحب أن المرء يخر من قيام أي من علو هذه المسألة الأولى المسألة الثانية في قول مصنف ويخر يدلنا على أنه قصد هذا الشيء وهذا يدلنا على أن الهوية للسجود تلزم فيه النية وبناء على ذلك قرر فقهاءنا مسألة مشهورة أنه لو سقط على جنبه ثم انقلب لم يجزئه هذا الفعل حتى ينويه لا بد أن ينوي السجود نعم ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبه نعم قوله ولا يرفع يديه تكلمنا معه لأن المواضع ثلاثة سبقت وقوله فيضع ركبتيه صفة الهوي للسجود أنه يبدأ بوضع ركبتيه لحديث وائل وغيره ثم يديه على الأرض ثم ثم جبهته وأنفه نعم لأنها عظم واحد ويمكن جبهته وأنفه وراحته من الأرض نعم قوله ويمكن هذا تمكين أعضاء السبعة معنى التمكين أي أن يعتمد عليها يعتمد عليها فيكون معتمدا عليها ليس الضغط الشديد وإنما يكون معتمدا عليها بحيث لو فرض أنه أمكن إزالته ما اعتمد عليه من الأرض على يديه وعلى جبهته لربما سقط ويقابل عدم التمكين من يضع جبهته أو يديه يعني كفيه من غير تمكين ولا تثقيل مثل من يجعلها على لنقول سفنج أو على ريش أو على قطن من غير تمكين ففي هذه الحالة لو أبعدت هذا القطن أو الريش ولم تتغير موضع الكفين والوجه يدل على عدم التمكين فلا بد من التمكين ودل على التمكين الحديث فقد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكن من جبهته ويده ويكون على أطراف أصابع رجليه نعم هذا السنان تكون سجوده على أطراف أصابع رجليه وتكون مفرقة نعم قوله وتكون مفرقة المراد بالضامن هنا يعود إلى أصابع رجلي فأصابع رجلي تكون مفرقة إن لم يمكن في رجليه نعل أو خف موجهة إلى القبلة نعم إن لم يكن في رجليه نعل أو خف هذا يعود إلى تفريق الأصابع ويعود كذلك إلى الجملة قبلها ويكون على أطراف رجليه فإن كانت رجليه في نعل لا يستطيع أن يجعل أطراف أصابعه على الأرض أو يفرق أصابعه وقوله موجهة إلى القبلة هذه السنة الثالثة ربما فالسنة أن تكون أطراف أصابع القدمين موجهة إلى القبلة فإن لم يفعل ذلك صح وَلَوْ سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ قِيَامٍ أَوْ رُكُوعٍ وَلَمْ يَطْمَئِنْ عَادَ فَأَتَى بِذَلِكَ نعم هذه المسألة بس يبقىها شوي يعني بعض الفهم مر عليها يقول الشيخ لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع كان قائما بعد الاعتدال من ركوع أو كان راكعا ثم سقط على الأرض لسبب أو آخر دفع تعييبا أغمي عليه لأي سبب آخر قال وَلَمْ يَطْمَئِنْ هنا قوله وَلَمْ يَطْمَئِنْ أي لم يكن قد اطمئن في الركن الذي سقط منه إذن فقوله وَلَمْ يَطْمَئِنْ أي في الركن الذي سقط منه وهذه مهم أن نعرف أين كان عدم الاطمئنا إذن فقوله وَلَمْ يَطْمَئِنْ أي في الركن الذي سقط منه سواء كان القيام أو سواء كان الركوع قال المصنف عادة معنى قوله عادة أي للركن الذي كان فيه لأنه لم يطمئن فلابد أن يأتي به الركن الذي كان فيه وسقط منه لا بد أن يرجع له لكي يأتي به مع الاطمئنان قال فأتى بذلك بذلك يعني يأتى بذلك الركن مع الاطمئنان الذي هو ركن آخر فيأتي بالركوع والطمئنان إذا كان سقط من الركوع أو يأتي بالقيام والطمئنان إذا كان قد سقط من القيام نعم مسألة بعدها وإن وإن اطمأن عاد فانتصب قائما ثم يسجد فين اعتاد لحتى طيب إلى هذه المسألة الثانية قال وإن اطمأن معنى قوله وإن اطمأن أي وإن كان في الركن الذي سقط منه قد اطمأن ثم سقط الأولى سقط قبل أن يطمأن هنا كان قائما أو راكعا بعد اطمأنانه ومعنى الاطمأن أن يأتي أن يعود كل عضو إلى مكانه ثم بعد ذلك سقط قال وإن اطمأن عاد فانتصب قائما هنا عبر بانتصب قائما ولم يقل عاد للركن فيعود منتصبا قائما ولا يعود للركن الذي سقط منه إذا كان ركوعا مثلا وأما إذا كان قيما فيعود لنفس القيام قال ثم يسجد لماذا ألزمنا في القيام قالوا ليحصل له الاعتدال من الركوع والاعتدال من الركوع سيأتينا أنه من الأركان ثم الاعتدال من الركوع لازم للفصل بين الركوع وبين السجود نعم فإن اعتدل حتى سجد سقط نعم قوله فإن اعتدل هكذا في الطبعة وهذا خطأ والصواب فإن اعتل اعتل ومعنى قوله اعتل أي عجز وجاءت علة تمنعه من القيام معنى هذه المسألة يقول إن المرأة إذا صلى وركع ثم اطمأن في ركوعه بعد اطمأنه من ركوعه اعتلى بمعنى أنه عجز أي يقوم جاءه مانع منعه من القيام من الركوع فاعتلى من القيام فإنه حينئذ يسقط عنه الرفع من الركوع لعجزه عنه ويهوي مباشرة ويسجد من ركوعه مباشرة فينتقل من السجود إلى أفينتقل من الركوع إلى السجود وهذا معنى قوله فإن اعتلى معنى اعتلى أي اعتلى في الركن الذي اطمأن فيه كالركوع مثلا حتى يسجد سقط يعني استمر استمرت علته حتى السجود ولم يشفى منها فإنه يسقط عنه القيام لعجزه لأن من عجز عن شيء سقط عنه نعم وإن على موضع وإن على موضع سجود رأسه على قدميه فلم تستعل الأسافل بلا حاجة فلا بأس بيسيره ويكره بكثيره نعم هذه مسألة من المسائل المهمة قد تكون الحاجة إليها أهم من التي قبلها قبل أن أشرح هذه المسألة لابد أن نقدم بمقدمة مهمة وهو أن من شرط صحة السجود وجود وصفين الوصف الأول أن تكون الأعظم السبعة على الأرض لحديث بن عباس وهذا واضح الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون السجود على هيئته لكي يصدق عليه فعل السجود لأن المرأة أحيانا لو نام على بطنه فإنه قد وضع الأعظم السبعة على الأرض كما تعلمون مثل هذه تسمى بشم يفعلها بعض الناس الطفل إذا كان بجانبك يريد أن يصلي مثلك تجده ينام على بطنه لا يسمى سجودا وذلك ما هو فهم العربي للسجود دلالته اللغوية أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه لما قيل له أسلم والحديث ذكره ابن عدي في الكامل قال ما منعني من الإسلام إلا السجود فكيف أسجد فيعلو أو فتعلو استفو رأسه أي تعلو أسافله رأسه فلا بد حينئذ لكي يكون الفعل سجودا أن يكون رأس الآدمي أسفل من أسفل رأسه أسفل ظهره أن يكون رأسه أسفل من أسفل ظهره غير هذا الفعل لا يسمى سجودا وبناء على ذلك فعندنا ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون مستويا على الأرض الصفة العادية هذا جائز والأحوال الثلاثة ذكرها المصنف الحالة الثانية أن يرتفع ولكن لا يصل إلى الاستواء وإنما يكون يعني بمقدار القدم أو أقل أو أرفع فهذا لا يبطل الصلاة بعضه مكروه وبعضه جائز كما سيأتي الحالة الثالثة أن يرتفع حتى يستوي أسفل ظهره مع رأسه يستوي أسافله مع رأسه أو يكون رأسه أعلى من أسافله ففي هذه الحالة لا يصح سجوده إلا أن يكون معذورا إذا عرفت ذلك نرجع لكلام مصنف يقول الشيخ وإن على موضع سجود رأسه قوله موضع سجود رأسه العبرة بالوجه وليس بآخر رأسه القفى وإنما موضع سجوده الوجه وإن على موضع سجود رأسه على قدميه ارتفعت عن القدمين إما لكون الأرض مرتفعة بشيء مثل الذي يصلي على طرف جبل أو لكونه على طرف سجاده أو كور عمامه وهكذا قال فلم تستعلي الأسافل فلم تستعلي الأسافل بمعنى لم تكن هي يعني لم يكن رأسه أعلى من أسافله فلم تستعلي الأسافل بلا حاجة فحيث لا تجد حاجة فلا بأس بيسيره إن كان يسيرا وأما إن كان كثيرا فهو مكروه وإن على رأسه أو استوى مع أسافله فلا يصح سجوده وهذا معنى قوله ولا يجزئ إنخرج عن سجود التي ذكرناها قبل قليل وَالسُّجُودُ بِالْمُصَلَّةِ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَائِ مَعَ الْأَنْفِ رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ نعم قوله هو السجوده بالمصلة المصلة الموضع الذي يصل عليه على هذه الأعضاء وهي السبعة وعبر مصنف بقوله مع الأمث لأنه ذكر الجبهة وسكت عن الأمث فنقول الجبهة هو الأمث رُكنٌ من الأركان لحديث ابن عباس مع القدرة أي عليها عندنا هنا ثلاثة أمور الأمر الأول هنا بيّن المصنف أن السجود لا يكون سجودا إلا بقيدين القيد الأول أن يكون على صفة السجود ذكر هنا عندما قال ولا يجزئ ان خرج عن صفة السجود وعلمنا أن صفة السجود هو أن يكون رأس المرء أسفل من أسفل ظهره والقيد الثاني قوله لا بد من وجود الأعظم السبعة قال والسجود بالمصلى على هذه الأعظم السبعة وهذا معنى قوله ركن مع القدرة فإن عجز سقطت عندنا هنا فقط قيد ذكره لطيف وإن كان لم يذكره إلا مرعي لكن يكاد هو ظاهر كلامهم أن السجود على الأعظم السبعة لا بد أن يكون في وقت واحد فلو أنه سجد على وجهه رافعا إحدى يديه ثم أنزل تلك اليد المرفوعة ورفع الأخرى ولم تكن السبعة على الأرض في وقت واحد فنقول لا يصح سجوده وهذا القيد حسن أيضا هناك مسألة في قوله السجود بالمصلى أي الوصول إليه من غير ما يلزم المباشرة فالمباشرة سيأتي حكمها أنها ليست بلازمة نعم وإن عجز بالجبهة أو ما أمكنه نعم إن عجز عن السجود بالجبهة فإنه ينتقل حينئذ لحديث جاب رضي الله عنه وسقط وسقط لزوم باقي الأعضاء نعم قوله وسقط لزوم باقي الأعضاء فلا يلزم أن يسجد على باقي الأعضاء عندنا هنا مسألة في تعبير المصنف عجز عن الجبهة سقط لزوم باقي الأعضاء عبر بالجبهة فظاهر كلامه الذي صرح به غيره أن من كان عاجزا عن الجبهة قادرا بالأنف أن يجعله على الأرض سقط عنه السجود وبناء على ذلك سقط ليس عنه السجود وإنما سقط عنه هيئة السجود لأنه ينتقل إلى البدل وهو الإيمة وبناء عن ذلك فمن عجز عن إيصال جبهته على الأرض لجرح أو نحوه فلا يلزمه أن يجعل أنفه ولا يلزمه أن يجعل كفيه كذلك على الأرض وهذا معنى قوله أو ما أمكنه وسقط لزوم باقي الأعضاء ليس بلاسم وبعض الناس إذا عجز عن السجود بعد عملية العين مثلا تجد إذا أراد أن يسجد يجعل كفيه على الأرض نقول هذا ليس بلاسم ليس بلاسم قال المصنف سقط لزوم باقي الأعضاء وإن قدر بها تبعها الباقي نعم العبرة بالجبهة ويتبعها الباقي لكن من عجز عن قدم أن يجعلها على الأرض لا يسقط الباقي فيرفع هذه القدم أو هذه اليد ولا يسقط الباقي العبرة بالجبهة لأن ما بعدها لأن ما عداها تبع لها نعم ويجزئ بعض كل عضو منها نعم يقول ويجزئ بعض كل عضو منها فعلى سبيل المثال الكف لو سجد على أصابعه دون باطن كفه أو على طرف أرنبة أنفه مثلا وهكذا فإنه مجزء ولو ولو على ظهر كف وقدم ونحوه نعم قوله ولو أي ويجزئ ولو بهذه الصورة على ظهر كف فيجعل ظاهر الكف على الأرض وباطنها جهة السماء مثلا يجزئ أو على ظاهر أصابعه فقط يجزئ كذلك ولذلك نرى بعض الناس صلي وهذا موجود عند الشباب صغار السن لا يكاد يجعل باطن كف على الأرض وإنما يجعل أطراف أصابعه فنقول إنه مجزئ له مجزئ ولكنه لا شك أنه خلاف السنة وقدم ونحوهما أي وظهر قدم فبدل أن يجعل أطراف الأصابع متجه القبلة يجعل أطراف أصابعه عكس القبلة وهذا معنى على ظهر القدم لا إن كان بعضها فوق بعض نعم لا إن كان بعضها فوق بعض فلا تجزئ أي لا يكون بعض الأعضاء فوق بعض فلو جعل إحدى يديه على الأخرى لم يجزئه أو جعل وجهه على إحدى يديه لم يجزئه أو جعل يديه على ركبتيه لم يجزئه أو جعل إحدى قدميه على الأخرى لم يجزئه بل لا بد أن تكون السبعة على المصلى الموضع الذي يصلي فيه ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه بعدما ذكر لزوم وضعها على المصلى فرق بين وضع المصلى والمباشرة ومعنى المباشرة أي عدم جعل حائل بين أعضاء السجود السبعة وبين المصلى يقول ويستحب مباشرة المصلى معنى ذلك أنه لا تجب مباشرة المصلي للمصلى بأعضائه السبعة وإنما يستحب فبدأ أولا بالكفين قال بباطن كفيه فالكفان يستحب أن يجعل باطن الأرض من غير حائل لا بعباءة ولا مثل عباءة هذه ولا بقفاز ولا بغيره إلا لحاجة مثل برد ونحوه وضم أصابعه ما موجهة نحو القبلة غير مقبوضة نعم هذا لحديث ابن عمر وغيره مثل هيئة تكبيرة الإحرام تماما وفي نفس المحل فيجعل كفيه محاذية لمنكبه قوله رافعا من مرفقيه فيرفع مرفقيه عن جنبه وسيأتي إن شاء الله في سنن الصلاة ولا يجب عليه مباشرة مصلة بشيء منها حتى الجبهة نعم جميع الأعضاء السبعة في السجود لا يلزم فيها المباشرة وإنما يستحب في الكفين لكن يكره تركها بلا عذر نعم قوله ولكن يكره تركها أي ترك المباشرة بلا عذر الحقيقة أن هذه الجملة مشكلة أو فيها تحتاج لقيد معرفهم بالعقل لأن أعضاء السجود سبعة القدمان والركبتان هذه أربع واليدان والجبهة الجبهة مسلم أنه يكره أن يجعل شيء حائل ولو يعني شيئا من قطعة قماش وغيره إلا لعذر فترتفع الكرهة والكفان نص المصنف على أنه يكره ذلك الركبتان السنة تغطيتهما فدل على أن كشف الركبتين ليس مسنون عند السجود ومثله أيضا يقال في القدمين فإن القدمين يجوز لبس الخفين للرجل وفي قول كثير من أهل الإلم وهو المعتمة المذهب أن القدمين عورف المرأة في الصلاة فحينئذ تغطيهما حال السجود فدل ذلك على أن على أن تغطيت القدمين والركبتين لا تدخل في عموم قول المصنف لكن يكره تركها بلا عذر وإذا كبعض المحشين جعل قيد أنك نخرج منها الركبتين ونخرج القدمين فقال يكره ترك المباشرة بعضو قيل بوجوب المباشرة بوجوب مباشرتها للمصلى أو نقول بندبه وهما الوجه والكفان فقط نعم فلو سجد على متصل به غير أعضاء السجود ككول عمامته وكمه وذيله ونحوه صحت ولم يكره لعذر كحر أو برد ونحوه نعم ولم يكره أن يجعل حائلا كحر وبرد من الأعذار قبل فترة حينما ألزمت وزارة الشؤون الإسلامية أن الناس يصلون بسجاجيدة يجعلونها لا تباشر مصلى فهذا لعذر فهو كذلك أو لمصلحة ما لبعض الأئمة له مصلحة ما في هذه فنقول هذا يعتبر عذر له نعم ويكره كشف الركبتين كستر اليدين نعم يكره كشف الركبتين كما يكره ستر اليدين لأن الركبتين ليست عورة لكن يكره كشفهما لأنها قريبة من حد العورة وتكره الصلاة بمكان شديد الحر أو البرد ويأتي نعم سيأتي إن شاء الله بإذن الله إذا أمكن الصلاة في غير هذه الموضعين ويسن أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخديه وفخديه عن ساقيه ما لم يؤذي جاره نعم هذا يتعلق في السجود أنه يسن أن يجافي عضديه عن جنبيه وأن يجافي بطنه عن فخديه وأن يجافي فخديه عن ساقيه فيمتد في سجوده وهذا ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يؤذي جاره فإن آذى جاره فقال مرعي الكرمي إنه يحرم عليه هذا الفعل وهو المجافى حين إذ يحرم ويضع يدي حذو منكبيه نعم مثما قلنا تماما وورد به الحديث كحال التكبير فحيث قلنا إن المحاذات إما أن تكون بأطراف الأصابع أو بوسط كفيه كما ذكر الشيخ تقي الدين ونقل عن القاضي فإن هذه المحاذات هنا وهناك تماما نعم وله أن يعتمد بمرفقي على فخديه إن طال إن طال السجود كما جاء في الحديث المرفق هو المفصل الذي يكون بين الذراع وبين العضد إذا طال السجود قد يكون رفع المرء ليده متعب لعضديه فيستعين حينئذ بمرفقيه فيجعل مرفقيه على فخديه ولا يكون ذلك من الصفة المكروهة التي استثأته المكروهات ويفرق بين ركبتيه ورجليه نعم قوله ويفرق هذه معطوفة على قوله ويسن أن يجافي فهي معطوفة على جملة متقدمة إذ معنى هذه الجملة أنه يسن أن يفرق بين الركبتين وبين الرجلين في السجود فلا يضم ركبتيه فيجعلهم ملتصيقتين ولا يفرق رجليه فيجعلهم ولا يضم رجليه فيجعلهم ملتصيقتين فالمذهب أنه استحب حال السجود أن يفرق بين رجليه وقد روي فيه حديث عند الحاكم فيما أذكر نعم هنا قوله ويقول هاله واو استئنا فيه أي ويقول وجوبا وليست ويسن أن يقول الواو استئنا فيه وليست معطوفة نعم سبحان ربي الأعلى نعم من غير زيادة وبحمده الأفضل أن لا يزيد وبحمده وحكمه كتسبيح الركوع تماما من حيث العدد ومن حيث الوجوب وهكذا ولا باس بتطويل السجود لعذر نعم لعذر فيطيله حينئذ ولا حرج عليه في ذلك وأما تطويله لأجل الدعاء فهو مستحب أما لعذر لكي يعني يكون أحد على ظهره كطفل ونحوه فإنه جائز وليس مكروها فقول هنا ولا بأس لا يقابل مكروه وأما إذ طول لأجل العبادة بالدعاء وغير فهو مسنون لا شك أعني على نفسك بكثرة السجود ثم يرفع رأسه مكبرا ويجز مفترشا نعم بدأ المصنف يتكلم عن الجلسة بين السجلسين فقال يرفع رأسه مكبرا مكبرا بقول الله أكبر من غير رفع يديه ويجلس مفترشا سيشرح بعد ذلك المصنف صفة الافتراش وهذه الصفة سيريدها هنا وستأتنا إن شاء الله في جلسة التشهد الأول بإذن الله عز وجل والتشهد من الصلاة الثنائية فإن صفة التشهد في الصلاة الثنائية يكون مفترشا فسيحال على هذا الموضع يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها نعم قوله يفرش رجله اليسرى معنى يفرش رجله بأن يكون مضطجعة من صح التعبير كما عبر بعض الفقهاء فيجعلها مضطجعة على جنبها مفروشة ثم يجلس عليها فيعتمد عليها في الجلس هذه الرجل اليسرى وأما اليمنى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته نعم قوله ينصب اليمنى ينجلها منصوبة قائمة ويخرجها من تحته بمعنى أنه لا يجلس عليها فلا يكون جالسا على عقبي رجله اليمنى وإنما يجعلها يعني خارجة تحته المذهب لم يذكر إلا صفة واحدة في رجل اليمنى أنها تكون منصوبة هذا الذي مشى عليه المتأخرون كلهم ونقل في الفروع صفة ثانية في رجل اليمنى أنها تكون مطجوعة كذلك فتكون مطجعة وقد ورد فيها حديث لم ينفيها المتأخرون وإنما أوردها صاحب الإضاح وهو أبو الفرج الشيرازي ويعني ورد فيها بعض الألفاظ أنها تكون مفروشة كذلك فيمكن أن يجعلها كذلك ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة نعم قوله ويجعل بطون أصابعها أي أصابع الرجل اليمنى فقط على الأرض مفرقة كهيئة السجود وقد نقل صالح وعبد الله أنه رأى أباه جالسا على هذه الهيئة مفرقا بين أصابعه معتمدا عليها يعني يجعلها معتمدا لأنها يعني فيضغط عليها متمكنا منها مثل التمكن السابق ولا يجعلها غير متمكنة غير اعتماد قال لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة فتكون أصابعه متجهة إلى القبلة باسطا باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع نعم قوله باسطا مقابل البسط القبض فلا يجعل يديه مقبوضة وإنما تكون مبسوطة وقوله يديه أي جميع اليدين اليمنى واليسرى وهذا يفيدنا مسألة أن المذهب يفرق بين الجلسة بين السجدتين وبين التشهد الأول والثاني فالجلسة بين السجدتين كلا اليدين تكون مبسوطة وأما في التشهد الأول والثاني فاليد اليمنى تكون مقبوضة وظاهر الحديث يوافق المذهب لا شك فإن القبضة إنما ورد في جلسة التشهد ولم يرد في الجلسة بين السجدتين والجلسة بين السجدتين الأصل فيها الإطلاق فيكون البسط لليد نعم قوله على فخذيه واضح معنى فخذيه يعني على آخر الفخذين فيكون أطراف الأصابع جهة الركبة مضمومة الأصابع مضمومة الأصابع ليس معناها مقبوضة لا وإنما معنى مضمومة الأصابع أي غير مفرجة إذن قوله باسطا يقابلها المقبوض وقوله مضموم يقابله المفرج يقابله المفرج فتكون باء اليدين مبسوطة مضمومة الأصابع اليمنى واليسرى معا وليس خاصا باليسرى دون اليمنى نعم قائلا رب يغفر لي ثلاثا نعم قائلا رب يغفر لي وهذا أفضل الصيغ ونقلت لكم أن صاحب المبدع قال ويجوز أن يقول اللهم رب يغفر لي أو رب رب يغفر لنا ثلاثا هذا الأكمل نعم وهو الكمال هنا وتقدم نعم وتقدم ذكره نعم ولا تكره زيادة على قول رب يغفر لي ولا على سبح نعم قوله ولا تكره الزيادة على قول رب يغفر لي الزيادة على ذلك هو الذي ورد في حديث من عباس أنه يقول اللهم اغفر لي هذا التي ورد بها النص وارحمني واهدني وارزقني وعافني واختلفت ألفاظ الحديثي التقديم والتأخير والزيادة والنقص وأحمد قال إن حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس ومشهور مذهب أن المستحب رب يغفر لي وما زاد عنه مباح وليس مستحبا فكل ما ورد في حديث ابن عباس مباح عندهم وليس بمستحب والمستحب والواجب الواجب والمستحب هو قول رب يغفر لي فقط الواجب الأولى وما زاد فهو مستحب نعم ولا على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود مما ورد نعم قوله ولا على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى فعندهم أن زيادة وبحمده جائزة ولكن الأفضل الاقتصار على سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العالم ومما ورد كل ما ورد فهجأة ثم يسجد الثانية كالأولى أي يسجد السجدة الثانية كهيئة السجدة الأولى ويكون التكبير لها مثل التكبير في السجدة الأولى والتسبيح فيها كالتسبيح في السجدة الأولى تماما والفرق بينه من جهة التطويل فالسنة أن تكون السجدة الثانية أقصر من السجدة الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض نعم قوله ثم يرفع رأسه أن يرفع رأسه من التجدد الثانية مكبرا قائما مكبرا بأن يقول الله أكبر وهي تكبير تنتقال وهي واجبة وقوله قائما هذه الجملة أو هذه الكلمة أتى بها الفقهاء للنص على أن السنة ألا يجلس لجلسة الاستراحة فيقول يكبر قائما مباشرة ولا يجلس لجلسة الاستراحة وقوله على صدور قدميه يعني أن السنة أن يكون القيام على صدور القدمين وليس على اليدين معتمدا على ركبتيه معنى الاعتماد على الركبتين أن المرأة إذا أراد أن يقوم فإنه يجعل يديه على أواخر فخذيه وأطراف يديه ربما يكون على ركبتيه كأن المرأة إذا أراد أن يقوم له ثلاث حالات إما أن يعتمد على الأرض سنتكلم عنها بعد قليل أنه للعاجز فيجعل يديه على الأرض ويقوم ويرتفع وإما أن يقوم من غير اعتماد على الشيء وهذه تحتاج إلى نشاط وليس كل أحد يستطيع هذه الهيئة بأن يقوم مباشرة من غير أن يعتمد بيديه لا على الأرض ولا على غيرها والهيئة الثالثة أن يقوم معتمدا على ركبتيه ليس مقصود أنه يجعل يديه يعني مفرجة الأصابع كهيئة الركوع وإنما يجعل يديه على آخر فخذيه من جهة ركبتيه مثلا وإن لمس بعض ركبتيه لباس ثم يجعل يديه معتمدا عليها فيقوم وفي هذا يعني تقوية لبعض أضلات ظهره كما يقولون هذا هو المستحب نص عليه أحمد وردت به الأحاديث أو بعض الأحاديث نعم قوله معتمدا على ركبتيه بيديه فاليدان تكون على الركبتين ولا تكون على الأرض قوله إلا أن يشق عليه هذه الهيئة وتصعب فيعتمد على الأرض أي يجعل يديه على الأرض ويقوم فحينئذ يرفع ركبتيه قبل رفعه يديه ويكره أن يقدم إحدى رجليه نعم قوله ويكره أن يقدم إحدى رجليه أي عند القيام من السجود صورة هذه نراها عند بعض الناس عندما يريد أن يقوم يقدم رجل فتتقدم عليه وتكون أمامه بمقدار خطوة مثلا ثم يقوم هو معتمد على رجله بهذه الهيئة لكن هذه الهيئة مكروهة جاء عن بعض الصحابة كراهتها بل إن من أهل العلم من أبطل الصلاة بها قال لأنها حركة تخرج عن هيئة الصلاة والصواب أنها مكروهة وليست مبطلة ولا تستحب جالسة الاستراحة نعم ولا تستحب جالسة الاستراحة مطلقا إلا فيما اختار الشيخ تقييدين إلا لو كان المرء كبير السن ونحوه فتشرع له طبعا والجالسة الاستراحة إنما تكون بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والركعة الثالثة نعم وهي جالسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين نعم ذكر صفتها ولكن لم يذكر قدرها لأنها أقصر قدرا ولا ذكر فيها استحبها بعض أهل العلم مطلقا وبعض أهل العلم استحبها عند العجزي والكبر وهو اختيار الشيخ تقييدين وظاهر كلام مصنف وغيره أنها غير مستحبة مطلقا وإنما تكون مباحة لكبير السن نقف عند هذا القدر وأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم مباركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر